الله بحمد الله الرحيم آيات تفهم خطأ ناس كتير بتقول احنا كده كده دخلين النار تيكي تتكلم مع واحد يقولك ايه ما هو كده كده احنا دخلين النار كلنا عن خش النار ايوة ليه بقى قالك لان ربنا عز وجل بيقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية فربنا بيقول ان كل الناس هتخش النار وده شيء يعني لم أفر منه طبعا الآية اخواننا مش بهذا المعنى الآية لها عند اهل العلم قولان او فيها قولان قول الاول قول ابن عباس اختاروا الشيخ الشنقية في اضواء البيان اني وإن منكم إلا واردها يعني الورود هنا بمعنى الدخول بس قالوا اذا دخل المؤمنون تكونوا عليهم بردا وسلاما اما الكفار فيكونون فيها الى يوم القيامة الى ابد الابدين اما العصاة فالى امد ثم ما قالوهم الى الجنة لكن القول ده مش قول قول القول الاصح ان المقصود بقول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها يعني المرور على الصراط يبقى الورود هنا مش بمعنى دخول النار لان الورود ممكن يكون بمعنى القرب من الشيء ولا يلزم الدخول كما قال الله عز وجل ولما ورد عن سيدنا موسى ولما ورد ماء مدين فالورود بمعنى القرب من الشيء فإن يؤمن منكم إلا واردها يعني المرور على الصراط وهو جسر على جهنم بيمر عليه المؤمنين منهم من يمر كالريح منهم من يمر كأجاويد الخيل منهم من يمشي منهم من يزحف حسب أعمال الإنسان لكن الكافر ما بيمرش على الصراط أصلا الكافر بيسقط في النار اتداءا يبقى وإن منكم إلا واردها يعني حيمر على الصراط ما فيش حد مش حيمر على الصراط من المؤمنين كله حيمر على الصراط وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية كمل بقى الآية ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية يبقى المؤمنين الصالحين حيعدوا والعصاح هيقعوا في النار مش معناها ان كل الناس هتخش النار هتخش النار ومش معناها ان الناس هتعذب هتعذب محدش قال كده من اهل العلم وازاي اصل انت عايش في الدنيا وانت بتقول اصل كده كده هتخش النار انت تستحمل تعيش في الدنيا ازاي احنا عندنا امل كبير في ربنا عز وجل اللي احنا ما ندخلش النار اللي احنا ندخل الجنة مع اوائل الداخلين بفضل الله عز وجل وازاي كله هيخش النار وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة سبعون الفا بغير حساب ولا سابقة عذاب يبقى ازاي هيخش النار يبقى المقصود وده قول ابن مسعود وكثير من المحققين من اهل العلم ان المقصود هو الورود على الصراط وهو جسر على متن جهنم يمر عليه المؤمنون ينجي الله فيه الذين اتقوا لكن الظالمين يسقطون ويقعون فيها وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة